وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيا جوتيرش بالعاصمة الإدارية الجديدة أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الأمم المتحدة تطلع بدور رئيسي لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتمن شكري مواقف جوتيرش إزاء كل ما يجري في قطع غزة نشيد بالمواقف التي اتخذها معاني السكري العام إزاء ما يجري الآن في غزة من معاناة للشعب الفلسطيني من أوضاع غير مسبوخة من عدد قتل بلغ 32 ألف و70 ألف مصاب من أوضاع من مجاعة من عدم توفر للمقوى وكلها أمور لابد من معالجتها ترجمة نانسي قنقر